اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحيث زايد ايكس تساوي بي وايكس يساوي بي وايكس يخالف سفر تسمى معادلة من الدرجة الاولى بمجهول واحد درس المعادلات ودرس سهل جدا بسيط جدا يحتاجوا للفهم ا زايد ايكس يساوي بي وايكس يساوي بي بحيث ايكس والعدد المجهول وهذا العدد المجهول علينا يخالف سفر هناك عدة امتلا مثال 3 على 4 زايد ايكس يساوي 11 أو 3 ايكس زايد اربعة يساوي خمسة هنا سنأخذ اول شكل لهذه المعادلة وهو ا زايد ايكس يساوي بي يعني معادلة تكتب على شكل ا زايد ايكس اس واحد يساوي بي معادلة من الدرجة الاولى يعني اس واحد بمجهول واحد وهو ايكس لو كانت بمجهولين تكون ايكس اس اتنان بتلاتة ايكس اس تلاتة الآن نقرأ ايكس اس واحد مجهول واحد بحيث ا و B عددين جدريين تكتب المعادلة على شكل A زايد X يساوي B وهذه المعادلة تكافي X يساوي B ناقص A بحيث يبقى المجاهيل على يسار المعادلة وتنقل الأعداد الصحيحة المعلومة إلى يمين المعادلة ولما ننقل أو نذهب بالعداد الصحيحة إلى الاتجاه الآخر أو اليمين المعادلة نضرب في ناقص واحد بحيث تساوي A ناقص A أي عدد نذهب به إلى الطرف الآخر نضرب في ناقص واحد نأخذ المثال ثلاثة زايد X يساوي خمسة إذن X يساوي خمسة ناقص ثلاثة نذهب بثلاثة إلى الطرف الآخر ونضربها في ناقص واحد وتبقى خمسة في مكانها خمسة ناقص ثلاثة أي أن X يساوي إثنان وبالتالي فإن مجموعة الحلول solution S تساوي إثنان هنا نذهب إلى المثال التالث أو التعريف الثالث ثم المثال الثاني عفوا المثال الثاني حل المعادلة على الشكل AX يساوي B يعني عدد صحيح جدري مضرب في مجهول عفوا عدد جدري عدد جدري مضرب في عدد مجهول يساوي B يساوي عدد جدري نأخذ المثال 4X يساوي 6 إذن X يساوي 6 على 4 X يساوي 6 على 4 مثال 2 في 5 يساوي 10 إذن 2 يساوي 10 على 5 هكذا و 6 على 4 نختازلها تصبح 3 على 2 وبالتالي مجموعة الحلول تساوي S تساوي 3 على 2 هذه هي المعادلات سهلة جدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا